نكمل اليه سابع وصلنا عند الثالث نوع الزاويتان المتبادلتان خارجيا نشوف شو الشروط تعيتها يحكي لزاويتان غير متجاورتان إذا لازم يكونوا زاويتان مش جن بعض هاد أول شرط التنين يقعان في المنطقة الخارجية معناته التنتين لازم يكونوا زوايا خارجية إذا لازم يكونوا تنتين زوايا خارجية وفي جهتين مختلفتين من القاطع إذا معنات واحد لازم تكون على اليمين والتانية على اليسار إذا غير متجاورتان التنتين زوايا خارجية وفي جهتين مختلفتين من القاطع يلا هي عند الرسمين خلينا نطلع الشروط حكينا أول شرط غير متجاورتان يكونوا مش جن بعض ثاني شرط يكونوا زوايا خارجية معناته بما أنه تاني شرط يكونوا زوايا خارجية معناته ما ليش يعني الثلاثة والأربعة والخمسة ما رح أختار منهم من وين رح أختار؟ رح أختار من الواحد والاثنين والتمانية والسبعة فقط لأنه لازم يكونوا زاويتان خارجية ثالث شرط لازم يكونوا كل واحدة من جهة مختلفة من القاطع هي القاطع ما أنتو رح اختار واحد يجاي من جهة اليمن من القاطع والتاني줄itti من جهة اليسار من القاطع هل io رأي cricket ايوة 2 مع 8 اسوف نب подготовر الزاويان 2 مع الزاوية 8 نجد اتكد يا مس هل هدول الزاويان متجاورتون اكيد غير متجاورتين شوفت زاويان 2 شوفت زاويان 8 هدول جمب بعض لا اذا غير متجاورتان هل هدول 225 بالتان 3 خارجيه سbery's dice نعم زوايا خارجية. هل كل واحدة في جهة مختلفة من القاطع؟ نعم. هي القاطع. وان التنين جاي على يمين القاطع؟ وان التمني جاي على يصال القاطع اذا بنسميهم زوايا؟ متبادلتان. شو؟ خارجيا ممتاز يا سابع! نكمل في عندي كمان زاوية اختار واحد مع سبعة. اذا زاوية واحد مع الزاوية سبعة. خلينا نتاكد. هال التنتين غير متجاورتين؟ نعم. الزاوية واحد وهي الزاوية سبعة. بعاد عن بعض مش جنب بعض هل الزاويتين خارجية نعم الزاوية واحد خارجية والزاوية سبعة خارجية هل التنتين يامس جيت على جهتين مختلفتين مختلفين من القاطع نعم هاي القاطع الزاوية واحد جاي على يسار القاطع اما الزاوية سبعة جاي على يمين القاطع اذا هدول الزاويتين متبادلتان خارجية ماشي يا سابع اذا هذا هو النوع الثالث نيجي نشوف اخر نوع من الانواع راح نعيد الرسمة واربضه على السريع يلا نقرأ مع بعض بحكي لي اخر نوع زاويتان داخليتان في جهة واحدة يلا بدي زاويتين بتكونوا داخليتين بس ايش بالجهة واحدة حطيلي فوق يعني متحالفتان منسميهم متحالفتان حطيلي فوقها كلمة متحالفتان اذا راح نحكي هسا عن الزوايا المتحالفة اذا حكينا عن الزوايا المتناظرة حكينا عن الزوايا المتبادلة داخليا حكينا عن الزوايا المتبادلة خارجيا هلا راح نحكي عن الزوايا المتحالفتان راح نحكي للزاويتان متحالفتان هما زاويتان تقعان في المنطقة الداخلية وفي جهة واحدة من قاطع راح نحط الشروط الشروط عبارة عن زوايا غير متجاورة مش نكاتبها بس احنا رح نكتبها اول شرط تكون غير متجاورة تاني شرط تكون زاويتان تقعان في المنطقة الداخلية معناته التنتين زوايا داخلية اذا تاني شرط يكون التنتين زوايا داخلية داخلية تالت شرط والاخير التنتين على نفس الجهة يعني التنتين على جهة اليمين او التنتين على جهة اليسار يلا خلينا نطبق هذال الشروط مع بعض حكالي اول شرط التنتين غير متجاورتان يعني مش جنب بعض تانشارت الثنين زوايا تان داخلية بما انو التنتين زوايا يداخلية معل randomized رح اختار اخطار 3 ا première ايPs ya 6 مليش بواحد واثنين وسبعة وثمانية لانو واحد واثنين وسبعة وثمانية زوايا خارجية لان التنتين لازم Instance حكي lids aymes tines ve top two يكونوا زوايا داخلية التنتين عنافس الجهة من القاطع هي القاطع SARM五 من الذوايا اللي هطت عليهم دائرة الله شو لكم انتو حكولي ايوا الثلات و الستة هاي نيجي نتأكد هذول تنتين متجاورتان غير متجاورتان يمس هاي الزاوية هون الثلاثة وهي الزاوية ستة هذول مش جمب بعض بعض عن بعض إذن الزاوية ثلاثة مع الزاوية ستة كمان التنتين داخليتان ممتاز الشرطة الثالثة التنتين يقعن على نفس الجهة من القاطع وين جايين التنتين؟ جايين على جهة اليمين من القاطع ما نتوم نسميها زاويتان متحالفتان إذن الزاوية 3 مع الزاوية 6 متحالفتان ممتازين نشوف 4 و 5 الزاويتين مع بعض هل هدو المتجاورتين غير المتجاورتين مش جن بعض هاي هاي جاي فوق والتاني جاي تحت إذن غير المتجاورتين طيب الشرط التالي حكينا التنتين داخلية هل الزاويتين داخلية نعم الأربعة داخلية والخمسة داخلية موجودين في المنطقة الداخلية تالت شرط التنتين على نفس الجهة من القاطع هاي القاطع وين التنتين جايين جايين على جهة اليسار من القاطع إذن الزاوية 4 مع الزاوية 5 بنسميهم زاويتان متحالفتان ممتازين يا سابع هيك حكينا عن أنواع الزاوية متناظرة متبادلة داخلية متبادلة خارجيا وزاويتان متحالفتان شوف لازم تحفظ الشروط مزبوط لكل نوع من الزاوية عشان تتأكد من فهمك شوف عندي يا مس الزاويتان المتناظرتان لازم تكون واحدة داخلية وواحدة خارجية عشان نميز بناتهم الزاوية دائما المتناظرتان لازم تكون واحدة داخلية وواحدة خارجية ماشي والتنتين على نفس الجهة الزاوية المتبادلة داخلية من اسمها الداخلية يعني التنتين داخلية بس كل واحدة على جهة مختلفة المتبادلة خارجيا يعني التنتين مخارجية زاوية خارجية كل واحدة على جهة مختلفة أما الزاويتان الداخلية متحالفتان التنتين تكون زاوية داخلية والتنتين تقعا على نفس الجهة يلا نشوف مثال رقم واحد اللي جاي بصفحة 111 مثال رقم واحد اللي جاي بصفحة 111 بنسمي زاويتان أول نوع من الزاوية زاويتان متناظرتان حكي أن الزاويتان متناظرتان لازم تكون واحدة داخلية والتانية خارجية وتقعان في جهة واحدة من القاطع يعني التنتين جايين على يمين القاطع أو التنتين جايين على يسار القاطع حي القاطع عطين الزاويتان واحدة داخلية والتانية خارجية والتنتين تقعان على نفس القاطع يامين 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 ي وحدي خارجية ونفس جهة هنا الثاني مع الستة ممتاز الثاني مع الستة عبارة زاوية متناظرة اخبرت اعطى الثاني زاوية يحدث على جهة اليمين ممكن كمان من القاطع المنطقة يحدي قائمة الواحد مع الزاوية خمسة طب خلينا نروح على جهة اليسار أعطيني واحدة داخلية واحدة خارجية أيوة الثلاثة مع السبعة هاي الثلاثة خارجية والسبعة داخلية والتنتين على نفس الجهة إذن الثلاثة والزاوية ثلاثة والزاوية سبعة كمان أعطيني الزاويتين متناظرتين الأربعة مع الثمانية الأربعة داخلية والتمانية خارجية إذن الزاوية أربعة مع الزاوية تمانية هاي كل اياتها للتناظر طب يلا بدي زاويتان متبادلتين داخلية حكينا شي عن داخلية يعني التنتين زاويتان داخليتان بس الشرط انه كل واحدة بيجيها مختلف من القاطع معناته ما انه زاويتين متبادلتين داخلية والتنتين لازم كون داخليات معناته رح انسى 2 و 3 و 5 و 8 رح اختار منهم 1 و 4 و 6 و 7 بس رح اختار من الزوايا 1 و 4 و 6 و 7 ما ليش بالباقي لانه حكي لزاويتين متبادلتين داخلية تاني شرط لما اختار واحدة لازم اختار التنينية على جهة مختلفة من القاطع هي القاطع يعني واحدة جاي على يمين واحدة جاي على اليسار والتنتين داخليات يلا شو رأيكم رح اختار الواحد مع مين ايوا مع السبعة هاي كل واحدة جاي في جهة مختلفة طب سؤال ماذا ليش ما اخترت الواحد مع الاربعة ايوا متازين السابع اذا اخترت الواحد مع الاربعة الواحد والاربعة متجاورتين شو الشرط الأساسي يكونوا غير متجاورتين هاي الواحد والأربع جنب بعض أنا لازم أختار الزاويتين ما يكونوا جنب بعض والتنتين داخلية وكل واحدة عاجها مختلفة من القاطع هاي الواحد والسبعة داخلية والواحد جاي عمين القاطع والسبعة جاي على يسار القاطع إذن رحكي له الواحد مع الزاوية رقم سبعة كمان أيوة الاربع مع مين مع الستة الاربع مع الزاوية ستة نتأكد هاي الاربع والستة داخلية الأربعة جاي على يسار القاطع والستة جاي على يمين القاطع وكلاهما غير متجاورة ثلاثة بدي زاويتان متبادلتين خارجيا شو يعي زاويتان متبادلتين خارجيا يعني زاويتان خارجية يعني لازم يكونوا زاويتان خارجية والتنتين غير متجاورة وكل واحدة برضو عجيها مختلفة من القاطع معناته ما إنه زاويتان خارجيتان معناته رح أنسى واحد واربعة وست وسبعة ما رح أختار منهم راح أختار 2 و 3 و 5 و 8 بس منهم ولازم يكونوا كل واحدة في جهة مختلفة من القاطة يا لهي القاطة اختر لي زاويتين من الزوايا الخارجية اللي حكيت عنهم 2 و 3 و 5 و 8 كل واحدة في جهة مختلفة من القاطة أيوة 2 مع 8 هاي 2 جاي على يمين القاطة و 8 جاي على يسار القاطة إذن 2 مع 8 كمان 3 مع 5 ممتازين طيب ليش ما اختارت 2 و 3 ما هو من 2 و 3 خارجية والتنين جاي على يمي القاطع والتنين جاي على يسار القاطع طب هيك بصروا متجاورات إحنا شو الشرط الأساسي غير متجاورات إذن التنين مع التمانية والتلات مع الخمس زاويتين متبادلتين خارجية يلا أخر إشيز دي زاويتين داخليتين في جهة واحدة شو عن زاويتين داخليتين في جهة واحدة يعني التنتين زوايا داخليتين والتنتين تقعان في جهة واحدة يلا هاي والزوايا الداخلية زوايا الداخلية واحد واربع وستة وسبعة والتنتين دقعان في نفس الجهة من القاطع مناطق التنتين لازم يكونوا داخلية والتنتين على اليمين او التنتين على اليسار شو رأيكم ايوه واضح الواحد مع الستة هاي التنتين داخلية والتنتين على يمين القاطع اذا زاوية واحد والزاوية ستة كمان ايوه الاربعة مع السبعة هاي الاربعة والسبعة داخلية والتنتين على نفس الجهة من القاطع هيك بيكون انتهت جزء الاول من الدرسة الثانية المستقيمات المتوازية والقاطع نجي نحدد مع بعض الواجب البيتي الواجب البيتي رح يكون السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من صفحة من صفحة مية وطلطاش من صفحة مية وطلطاش يا سابي يعطيكم ألف عافية